منحة مالية مقدارها 80 مليون دولار قيد الصرف جديد أوحى به وزير الإشغال العامة والإسكان مفيد الحسينة في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بمدينة غزة بيانات هوية المنحة وفق كشف الوزير تبين أنها من المملكة العربية السعودية وأنها تتشرف براحة مصر في إعادة إعمار وحدات سكنية لـ 300 ألف لاجئ بغطاء 40 مليون دولار في مشروع أطلق بالتنسيق مع وكالة الغوث الأونوروى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مضاف إليها مبلغ 10 ملايين من أصل 40 مليون دولار لـ 74 و 200 مواطن الحسينة قال إن 50 و 500 مواطن من أصحاب المنازل المهدمة كليا سيستفيدون من صرف مبلغ 4.5 مليون دولار دفعة جديدة علاوة على 5 ملايين دولار قيد الاعتماد من لدن الصندوق الكويتي للتنمية لصالح 67 و 600 مواطن مشارا إلى أن ما صرف في قطاع الإسكان حتى الآن بلغ 62.5 مليون دولار عملية صرف التعويضات الخاصة بالمنشآت الصناعية التي رصد لها الصندوق الكويتي للتنمية مبلغ 3.5 مليون دولار أكد الحسينة بذل جهود كبيرة لإتمام صرفها على وجه الاستعجال وأضاف الحسينة خلال المؤتمر أن كميات الإسمنت التي وردت لقطاع غزة بلغت ما يزيد عن مليون و 600 ألف طن وأن ما يدخل يوميا من الإسمنت لغزة نحو 4 ألاف طن مضيفا أن ما هو موجود في مخازن الموزعين المعتمدين حاليا يقدر بنحو 6 ألاف طن كما بيّن وزير الإشغال العامة لإسكان مرضفا أن الاحتلال وافق مبدئيا على 76 و 800 طلب جديد للحصول على إسمنت خاص بمشاريع المواطنين الذاتية في مجال الإسكان مرضفا أنه استكمل خطة إعادة إعمار أبراج المجمع الإيطالي بغزة التي تعرضت لتدمير الكلي بالإضافة إلى إنهاء تصاميم المرحلة الأولى لإعادة بناء المنازل المهدمة كليا بحي الندى بواقع 72 شقة سكنية وكشف الحساين هرصو عطاءات على المقاولين للبدء بإعادة ترميم أربعة أبراج في حي الندى كانت قد تعرضت لأضرار جزئية بليغة مستدركا أنه بانتظار موافقة الحكومة الإيطالية على الشروع في إعادة ترميمها القطاع الصحي الذي مسه ضر الدمار عاج عليه الوزير بتأكيد استكمال التصميم الخاص بقسم الولادة في مستشفى الشفاء الطبي بتكلفة قيمتها أربعة ملايين دولار